سمحنا أنا عايزة أقول حاجة غريبة يعني دايماً بتواجهنا يعني دايماً الست مثلاً اللي ثابت راجل أو انفصلت عن راجل بخيل تلاقي كل علاقاتها بعد كده واقع في راجل بخيل تلاقي الست مثلاً اللي تخانت وبتكره الراجل خاين جداً وعمل لها مشكلة وأزمة في حياتها تلاقيها كل الرجال أو مثلاً اللي بيقع عقصتها بعد كده بيبقوا دايماً راجل خاين هل ده لي علاقة بقانون الجذب ولا هل ده لي علاقة بحاجة نفسية إحنا ما نعرفهاش عشان أنا مركزة إن أنا مش عايزة تاني ارتبط براجل خايل إن أنا مش عايزة ارتبط براجل بخيل يعني ليه دايما الحاجة اللي بنكرهها بشدة بنلاقيها موجودة في حياتنا بشدة معاكي جدا إن في جزء منه موضوع الجذب ده جدا إنه من كتر ما أنا بخاف من حاجة بتوتر وبفكر فيها كتير قوي أنا مش عايزة ده يحصل لي أنا مش عايزة ده يحصل لي فبقع فيه ده طبيعي جدا ده جزء جزء تاني إنه أحيانا إحنا بيكون عندنا مشكلة نفسية نقص معين كان عندنا نقص إنه إحنا مثلا فيه أوقات إنه ممكن أكون تربيت في بيت أب بخيل فأنا تعودت على هذه الحالة حتى لو هي حالة مؤذية أنا تعودت وما شوفتش حاجة غير ما شوفتش أب كريم فتلاقيه مثلا لو واحدة عاشت مع أم نرجسية فممكن تبصت لها راحت لواحد نرجسية خلاص هي ما شافتش لأن هي ما عرفتش تدرك المشكلة عشان كده بقول لحريك إنه إحنا كتير دايما بتبقى المشكلة أساسية من وراء لازم نجيبها من تحت كده عشان نعرف إن إحنا بعد كده ما نقعش عشان كده كنت بقول لحريك إن إحنا لما مهمة قوي إن أنا بعد العلاقة دي ما تخلص أقيم نفسي طب أنا وقعت في الراجل ده ليه طب أنا إيه الخوف اللي عندي إيه النقص اللي عندي اللي بيخليني دايما نروح لهذا الشخص فلما بعرف المشكلة جاية منين بقدر علاجها فهمني يا صديق الواحد فعلا محتاج إنه هو يعرف نفسه عشان يبتدي يعرف احتياجاته عشان أعرف أنا برتبط بالشخص ده ليه يعني أنا بشكرك جدا أستاذ سامح حسين اللايف كوتش وإن شاء الله تبقى معناه في الستوديو قريب إن شاء الله شكرا يا سامح إن شاء الله تحياتي تحياتي